زي بالضبط بمناسبة حتى المشاكل الناجمة على عقود اللاعبين لأن دي أسيرة الزمالك بيدفع طبعا الأهل بيدفع وجبنا لكم الرد من ميدو نفسه أنه ما ينفق الزمالك على فرقته أعلى بكتير جدا من قيمة تعاقدات الأهلي والأهل رقم 3 بس كمان ميدو ودي مناسبة مهمة أن احنا نراجع بعض في جزئية هل الكلام لما بتقوله في مرحلة بيفضل ثابت لمرحلة تانية ولا لا قضية سقف عقود اللاعبة لأنه أسيرت فيها مسئولية مجلس إدارة النادي الأهلي ومدى تأخر الأهلي في الجزئية ديت ميدو ويطالب الأهلي برفع سقف العقود نفكره سياسة النادي الأهلي أنه هو حاطت سقف الرواتب اللاعبين ومش عايز أنه هو يعليها علشان هو عارف البودجت اللي هو شغال فيها لكن النهاردة ظهرت قوة شرائية جديدة في الماركت المصري في السوق المصري أنا الأهلي أنا كبير صح؟ ما ينفعش بأنا تحت حد ما ليش ده عمق الفلوس دي جاية منين جابوها منين صرفوها منين ما حد مش قال للأهلي بتجيب الفلوس منين في وقت من الواقات ولا الزمالك تمام؟ يبقى النهاردة أنا في عمر لازم أعمل إيه؟ عشان أقدر النهاردة واكب القوة الشرائية الجديدة اللي ظهرت في الماركت لازم أعلي سقف الرواتب اللاعبين يا جماعة زمن ما فيش أقوله تانية على البكرة بس الأهلي ما فيش أقوله وفايا تانية ما فيش أقوله وفايا تانية ما فيش صدقني ماشي معهود أنا بس أتميده عليه ما فيش ما فلية تبقى وان تو وان لا أو إلي حاجة سقف الرواتب النهاردة أنا في نادي دخل بيعلي علي أنا الأهلي والزمالك لازم أبقى في اللفل بتاعهم غير مقبول إن أنا أبقى تحتيهم طيب اعتقد انت كنت ضيف في الحلقة دي واخدلك وانا الاهلي لازم انساق في اعلى ومحدش يعلى علي والاي مدى ممكن ده كان منطق ميدو كان معاه كابتن حسام غالي في استيديو ابو ظابي اعتقد وكان المهندس عادلي على التليفون وقتها كان الكلام ارفع الساق في اهلي انت الاهلي محدش يجب ان هو يزود عليك بس لما انفجرت قط اللبس في الزمالك بسبب رواتب اللاعبين ميدو نفسه اتكلم على الاهلي قط اللبس بتاعت النادي الاهلي مصبوطة عشان فيه عادل فيه عادل اكتر العيب بياخد في النادي الاهلي فلوس انا بقولك اهو عالم علول تسعمائة الف دلار بعدية بييجي الناس اجيه برضو تمنمائة وخمسين الف دلار ارقام كلها قريبة اه 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 فيها فيه لعيبة واخده فلوسه ليه لا اقدر تتعدل عشان يبقى فيه البالانس يبالانس موجود هي دي النمازج المحترمة اللي بتنجح اللي بتشتغل صح وقعوا تستهونوا بان تضرب سقف رواتب اللاعبين ضرب سقف رواتب اللاعيبة فيه اندي عالمية اعلانة افلسها على فكرة الكلام اللي بقوله ده مش جديد بس كان وقتا ما كانش بتقلع على اللاعبة كان بتقلع على المدربين من يمكن 15 سنة اتذكر ان قاله اذا ما تحطش حلول للمواضيع الرواتب ده اندي هتعلن افلسها لان المسائل مش متقل وعشان كده اتحاد الدولي كان بيصر او اصر او مازال يصر على السلامة المالية سلامة المالية وعلى فكرة استاذ عبد الشافي في اللقاء بتاع ابنيل ده ذكر السلامة المالية وقال ان لابد من تطبيق هذا المعيار وانا الاولى ان احنا نطبقه ده اللي بنينادي به محدش يا جماعة يمارس كرة القدم الا اذا كانت التزاماته تغطي اراداته تغطي التزاماته ويقول من ايه مصدر الجهر فاحنا انا الاوان لهذا الامر لضبط الاداء لان الامور لو تثابت كده في خطورة فعلا انا الاوان لضبط الاداء وانا الاوان للاعتذار للاهلي ولكابتن الخطيب لواقعتين مهمتين ده مش كلامنا ده كلام الزميل سيف زاهر الاهلي عامل سقف لللاعبين الدولي والمحلي السقف ده لو اللاعب بيكلم الكورة مش هيدفعه مش هيدفعه ودي الحقيقة اللي كانت ضربة معلم من الكابتن محمود الخطيب امتى امتى ابتداها مع عبدالله السعيد وابتداها مع رمضان صبحي ابتداها ليه في الحالات اللي اقولها دي لان كان ممكن في وقت ملوات عبدالله رجع تاني قال لا عبدالله لو رجع بالارقام دي انا حبوص فرقة واكسب لاعب ما ينفعش ما كانش الاهلي ساعتها عنده بديل عبدالله ولكن الخطيب اختار الطريق الصعب ولكن هو الطريق الصح اكسب دلوقتي واخسر قدام والله اخسر دلوقتي واكسب قدام اقدر ادفع فلوس الفريق واقدر اغطي الالتزامات المادية ولا اعمل صفقة دلوقتي اعمل بوم واكسر الدنيا وفي الاخر ما اقدرش ادفع كلنا وقفنا ساعتها وقلنا لا يا كابتن محمود كان لازم تاخد عبدالله الصعيد النهاردة هو اللي صح لان النهاردة لو كانت الارقام راحت في كده كانت الامور واختلفت فأزبت رمضان كل الناس قالت الاهلي يخش ويزود الاهلي وقف وقال هو ده السقف لان برضو بشتري فريق الفريق ممكن يكون خسر لاعب ولكن كسم الفريق فكسم البطولات الكلام ده مهم جدا 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 لان وقتها غثير طب ما ايه مشكلته ما هو حيدعم في هذه الصفقات وخصوصا صفقة عبدالله الصعيد الكابتن عبدالله الصعيد وانا طلعت مع الكابتن متحة شالبي وكان في وجود الكابتن علي مير وكانوا يعني مش مفقين على موقف الاهلي ما يدفع طالما انه حيتساعد وحيدعم وانا كان ليه ارد بسيط جدا ساعتها الاهلي بيفكر انه يدير باخصادياته الدعم يأتي عشان يحقق دعم لكن ما يحققش ادارة يعني ما يبقاش هو المصدر اللي انت بتعتمد عليه فقط فكان ينبغي انه ادي الاهلي يفكر انه هل اقصادياتي هتتحمل تدعيات رفع الرواتب بعد كده لو ابلنا هذا الكلام ولا لا لا كابتن الخطيب وادارة الاهلي تقدرها انك ده كان هيعمل حالة من الارتباك المالي الكبير والفوضى في عقود اللعبين ومن ثم كانت التضحية وقتا ما كانش عندنا هذا الزخم من اللعب ولا لسه دعمنا ولا لعملنا حاجة بالعكس ده احنا دفعنا تامن دي موسم مهتز شوية بتضحب احسن اللعب في الفريق حفاظا على الفريق ها فانت انت انت لا بتضحح عسن اخصادياتك لازم هي ايه هي السلامة المالية بالظبع من الاخر كده ها المعيار ده مهم انت بتلجم نفسك بيه قبل التحدي اولي ما يقوله لك ليه عشان تعرف تتمسك باهداب الادارة السليمة الحمد لله الايام بتيجي واللي كان بيعارضك دلوقتي بقولك لا كويس انك عملت كده لانه هو ده اه الصح اه الاهل بيدار بسيستم بمنهجية خلت كارترون يعترف بيها رغم انه في اوقات كتير كان بيلاقح كلام برضه واخد بالك خلت ان الناس كتير تطلع تقول والله ده اللي بيمازل نادي الاه وده اللي بنرده بقى على الاعلام اللي مش مندمج معنا في الخارج انه ييجي يطلع على هذا الكلام كله ويعرف لماذا لا الاهل بيتجامل بالعكس بالعكس لا ليتم التحامل عليه كثيرا المجاملات ما بيدفعلوش فلوس ما بت ما بتتكسرلوش نظم ما فيش حاجة الاهل لا يجامل بالعكس الاهل بيتحمل لانه عارف انه بطل والبطل لازم يتحمل اشتركوا في القناة